اشتركوا في القناة في القناة واضح ان المعايير بقت مختلفة في الدوري الإنجليزي واضح ان فيه زي ما حضراتكم شايفين سياسة جديدة وهي سياسة مدى تأثير اللاعب مع فريقه محمد صلاح متصدر هتدافئ الدوري الإنجليزي مع كون أجويرو اللي موجود من ضمن أفضل ست لاعبين في الدوري الإنجليزي للموسم الحال لكن محمد صلاح هنشوف يعني محمد صلاح هل هيفوز بسباء لقب هدافئ الدوري الإنجليزي للموسم الحالي عنده فرصة النهاردة أمام فريق هاردس فيلد في المباراة اللي هتكون ما بينهم الساعة 9 على ملعب الأنفل طبعا مباراة بالنسبة لهادس فيلد هي مباراة تسويقية للاعبي الفريق الفريق ضمن هبوطه لدوري الدرجة الأولى الشامبينشيب وبالتالي هو ما عندهوش أي شيء يبكي عليه غير أن لعبته تسوق نفسها لو حد منهم حابب أن يكمل في الدوري الإنجليزي للموسم القادم لابد من تقديم مباريات من نوع خاص لكل لاعب من لعبي فريق هاردس فيلد أما بنتكلم على صراع الدوري نفسه الدوري شوفنا مباراة ما بين منشستر ينايتد ومنشستر سيتي كلنا قلنا للممكن اليونيتد يهدي لقب الدوري الإنجليزي إلى مدينة ريفو لكن كان واضح جدا أن اليونيتد عنده مشاكل كبيرة جدا والسيتي هو فريق كبير فريق صاحب شخصية قوية داخل إنجلترا أما في دوري الأبطال فالموضوع مختلف علشان ما نخلطش بين الأمور دوري الأبطال محتاج شخصية مختلفة تماما عن الشخصية اللي موجودة في الدوريات المحلية السيتي عنده شخصية قوية عنده لعيبة على أعلى مستوى عنده كل اللعيبة اللي موجودة جوه الملعب عندها حلول مختلفة كلنا بنشوف الحلول الدفاعية بنشوف أيضا الحلول اللي موجودة في نص الملعب وأيضا الحلول الهجومية ممكن الهدف يجي من أي خط من الثلاث خطوط لكن السؤال الكبير والقضية لجريدة سان الإنجليزيين فجرها هي خاصة بول بوكبا بوكبا وهنتكلم معكم في فقرة أغلفة الصحف العالمية أن بوكبا عامل مشاكل كبيرة جدا في منشستر يونيتد لاعب ضد سولتشاير ودايما بيقود غرفة خلع الملابس إلى الانقسامات وإلى الثورات ده كلام على مسؤولية صحيفة الصن وبيكدبين في الآخر أن علينا الاعتذار إلى مورينيو أن من الآخر هم ظلموا مورينيو أنه هو وصل به الحال ونتكلم على لعبته أنه هم لعيبة أصحاب عقلية صغيرة وده اللي اتكلمت عليه صحيفة الصن وقالت أن الفترة اللي جاية هنلاقي انقسام طبعا على سولتشاير وأيضا بوكبا مش عاجبه صولتشاير وقال بعد ماتش أفرتون أن الكلام اللي صولتشاير قاله ده كلام لا يليق بمداري منشستر ولا بمثابة لعيبة منشستر وأيضا وكيل أعمال بول بوكبا ريولة واحد من أكبر الوكالاء في العالم إثارة للمشاكل طلب من إدارة منشستر إغلاق كل التفاوضات أو المفاوضات الخاصة ببول بوكبا ببقاءه مع منشستر أو تجديد عقده وخبر لسه جديد أن بول بوكبا رفض استخراج تأشيرة الصين مع فريق منشستر علشان ما يكونش موجود معهم في المعسكر الصيفي للموسم المقبل منشستر عنده تشيلسي فيه مباراة أعتقد أن هي مهمة منشستر محتاجي يكون موجود في دوري الأبطال الموسم القادم لكن تخيلوا حضراتكم أن أرسنل ومنشستر إلى الوقت الحالي هم برا دوري الأبطال علشان يكون موجود الستي وليفر بول وأطوط نهم وتشيلسي لكن كل حاجة برده في الثلاث ماتشات طبعا طيب جمهور ليفر بول بيفكر في ماتشين بل همش ثالث طبعا هم ثلاث ماتشات لكن ماتشين هم اللي بيفكر فيهم جمهور ليفر بول مباراة برايت أو في البداية مباراة بيرنلي ودي ممكن يتعثر شوية السيتي لو بيرنلي لعب فعلا 100% ليه؟ بيرنلي في آخر مباراة أمام تشيلسي على ملعب تشيلسي اتعادل 2-2 أما المباراة الثانية هي مباراة لستر سيتي وبالمناسبة قررت ربطة المحترفين الدوري الإنجليزي إن هي لو وصل الأمر لآخر مباراة في الدوري الإنجليزي علشان يتمي فيها الحسن هيعمله كاسين كل كاس في ملعب سواء ملعب الأنفل أو ملعب الاتحاد علشان خاطر الفريق الفائز يتم تسليم طب قبل كده كان إيه اللي بيحصل؟ قبل كده كان يكون فيه طيارة هليكوبتر بتنقل الكاس للملعب اللي بيتم تحديد الفائز فيه بالشكل السريع لكن لبعد الملعبين اللي هيكون فيهم آخر مبارتين سواء لليفر بول أو منشستر سيتي قررت ربطة إن هي تعمل كاسين ومديليات دهب سواء للسيتي أو لفريق ليفر بول دوري الإنجليزي دايما دوري مثير دوري فيه قرارات بنتعلم منها زي تقنية الفار الفار من الموسم القادم رسميا هيتم تضييقه في الدوري الإنجليزي لكن بشروط وهو إن حكم الفار اللي موجود في غرفة المرأبة غرفة مرأبة الفار وغرفة التحكم في الفار هو اللي هيقول القرار طيب اتحاد الدولي اعترض والاتحاد الأوروبي اعترض لكن إيه كان تبرير الربطة في الدوري الإنجليزي قالت إن إحنا مش عايزين نوقف المباراة لوقت طويل وبالتالي المباراة تفقد حمستها وبالتالي هيكون فيه تنصيق بين حكم الساحة وبين حكم الفار تحاد الدولي معترض على إيه؟ والاتحاد الأوروبي معترض على إيه؟ تحاد الدولي معترض إن حكم الساحة هو صاحب القرار وما ينفعش إن أي حد تاني يتدخل علشان يقول قرار غير حكم الساحة عشان كل المباراة من أولا لأخيرها تكون تحت مسؤوليته لكن زي ما أقول حضركم الدوري الإنجليزي دايما بيتكلم على أو بيكون فيه كل جديد دوري الإيطالي خلاص يوفنتس بيحسم لقب الدوري الإيطالي للمرة التمنى على التوالي في إيطاليا هو المهيمن والمسيطر رونالدو موجود في 100% الموسم القادم موجود مش هيمشي مش هيمشي لكن أليجري ما بين إنه هو هيمشي وبين إنه هو هيقعد لكن الاجتماع مع أنيال لرئيس يوفنتس بيقول إن أليجري موجود للموسم القادم أليجري واحد من المدربين اللي أكيد لو قارن إنه يرحل عن يوفنتس هنلاقي أن دي كتير جدا بتسعى إن هي تكون موجودة آرها روما وقانتي أعتقد إن الموضوع شبه حسم ده على مسؤولية الصحافة الإيطالية إن كانتي خلاص اتفق مع روما من خلال الموسم القادم ويكون هو المدير الفني القادم لذي آب روما لما الدوري الفرنسي فبيعود إلى فاريس سان جرمان وفاريس سان جرمان كالعادة بيفوز بالدوري الفرنسي بلا منافس أولمبي كليون مارسيليا الاندية الكبيرة جدا موناكو كلهم بيغيبوا عن التنافس مع فريس سان جرمان اللي بيفوز بالدوري بفارق نقاط كبيرة جدا جدا لكن فريس سان جرمان في آخر مباراة أو القبل الأخير خسر بخمس أداف مقابل هدف وكانت مباراة كارثية بالنسبة لفريس سان جرمان أما الدوري اليوناني بعد 34 سنة الدوري بيعود إلى باوك سالونيكا علشان يتواجه به من زمن بعيد جدا والاحتفالات أكيد مختلفة تماما في مدينة باوك باوك النادي اللي لعب لي لعيبة مصرية كتيرة جدا 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 طبعا من مدينة باوك هي سالونيكي وبالتالي المدينة كان فيها احتفالات هنوري لحضراتكم من الاحتفالات في ثقرة الفيديوهات المتنوعة وهتشوفوا مدى الجنون ومدى عشقهم وحبهم للعبة كرة القدم والاحتفالات النارية المختلفة اللي دايما بيكون في اليونان ليها شكل مختلف وليها ايضا طابع مختلف هنتكلم ايضا على صلاح واملنر وايه اللي حصل ده بينهم في رقة الجزاء كيك كلنا متعاطفين مع محمد صلاح لكن القلب بيقول ان محمد صلاح يشوت علشان ينفرد بالصدارة لكن العقل بيقول رقم واحد هو اللي يشوت رقم واحد لان النتيجة واحد صفر انا مش بدافع او بهاجم انا بتكلم بالشكل الطبيعي بتكلم في مصلحة الفريق العقل بيقول ان النتيجة واحد صفر مباراة صعبة امام كاردف في ويلز وبالتالي ضياع رقلة الجزاء معناه ان ليفر بول هيعاني لنهاية المباراة وبالتالي لابد كان افضل لاعب هو ميلنر اللي هو رقم واحد يسدد رقلة الجزاء لو محمد صلاح لقدر الله كان ضياعها كانت تبقى مسؤولة كبيرة جدا عليه وكان هيتحمل ضغوطات اكبر من الطبيعي والفريق مش عايز ضغوطات غير يركز فيه مباراة الدوري على ابطال امام برشونة وايضا نركز فيه اخر تلك جوالات لي في الدوري الانجليز احداث كتيرة جدا جدا هنحكيها وهنتكلم ايضا عن برشلونة وبكرة لو برشلونة فاس بيه المباراة في الدوري الاسباني رسميا هو كمان هيحسم اللقب الاسباني قبل ما يروح لموقعة ليفر بول علشان يتبقى لنا الدوري الالماني والدوري الانجليزي في الدوريات الخمسة العالمية لسه لم يتم حسمهم هنروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل معاكم باقي الاخبار والصحف والفيديوهات اللي دايما حضراتكم بتحبوها وبتابعوها معنا هنا من خلال ويرد سبورس وقناة الاهلي خليكم معنا ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر